السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن عندنا هنا صورة القصص طبعا كاملة هنا موجودة ولكن أنا أبغى كل آية في سطر تمام كل آية في سطر يعني مثلا الآية الأولى في سطر الآية الثانية في سطر طيب هذا شيء متعب وغير دقيق تقريبا ممكن يحصل فيه أخطاء طيب الطريقة الصحيحة أول شيء نحتاج اللي هو برنامج الأكسل برنامج الأكسل المعروف طيب أول خطوة نقوم إيش نحدد يعني شوفوا الآن الآية هنا هذه الآية بعد الآية قوسين وبعدها رقم الآية آية وبعدها قوسين ورقم الآية يعني في شيء متكرر تمام طيب نبغاه من بعد القوس هذا ينزل مسافة تمام أول شيء نقوم نسويه ننسخ آخر اللي هو القوس تمام تمام هذا هو الأسق خلني ننسخ من هنا معلش عشان أوريكم شنون الطريقة نحدد عليها تمام نسخ قد إن هنا الأسق تمام دقيقة ما عليش ثاني مرة ثانية نسخ هنا لصق وهنا لصق تمام وبعدها آت مثلا بإمكانك إنك تحط شرطة أو شيء لكن نحط آت بعدين نقول استبدال الجميع اللاحظة الآن الآية بعدها رقم الآية بينها قواس بعدها حرف الآت حرف الآت رح نعرف ليش حنا حطينا الآت أو الرمز الآت تمام الآن نقوم نحدد control sheen بعدين نسخ نحدد على جميع النص بعدين نروح للا نحط هنا تمام لصق لصق تمام هنا لصق تمام نسخها لنا في هذا المربع يعني لو تلاحظون إن هذا المربع يحتوي على جميع الآيات طيب وش نسوي أول شي نروح نم البيانات تمام بعدين نروح النص إلى أعمدة بعدين نضغط على محدد بعدين نضغط التالي ثم نضغط هنا غير ذلك الآن نبغى نستبدل الآت ب جدول يعني نحول الآت إلى جدول كما تلاحظون من هنا من بعد الآية تمام تحول إلى جدول وهكذا إلى آخر إلى آخر الصورة تمام بعدين نقول التالي بعدين نقول إنهاء نلاحظ أنه بكل مربع صارت الآن في كل مربع آية في كل مربع آية تمام الآن نضغط هنا تمام نشوف السهم بعد نضغطه نسوي نسخ نسوي جديد جديد من هنا جديد فارغ تمام بعدين نقول لسق خاص من هنا لسق خاص كليك يمين بعدين لسق خاص تبديل بعدين نضغط على تبديل الموضوع نضغط موافق نلاحظ إن الآيات صارت الآن جميعها مصفوفة كل آية في سطر نتأكد من شغلنا هذا أول شي نحدد عليها كلها تمام نحدد بعدين نقوم نسخ ولسق نلاحظ هنا إنها كلها صارت يعني في كل سطر آية في كل سطر آية في كل سطر آية في كل سطر آية وهكذا شفت شلون وبس هذا نهاية المقطع وشكرا لكم ودعاكم الله خير وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة